بعد أسبوعين من انطلاق عملية الرمح الذهبي تدخل معركة الساحل الغربي مرحلة جديدة من السيطرة والتهديد الساعات القليلة الماضية شهدت أعنف هجوم للجيش الوطني بحسب مصادر عسكرية فإن هجوما مكثفا شهدته الجبهة على مواقع وتحصينات للميليشيا في محيط مدينة المخة استطاع الجيش من خلاله سيطرة على منطقة أبو رزيق ومنطقة واحجة الذي تبعد عن مدينة المخة حوالي خمسة كيلو مترات كما تعد بحسب مهتمين واحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيا الإنقلابية في مدينة المخة تأخذ المعركة أهميتها من موقع المدينة الاستراتيجي الواقع جنوب البحر الأحمر الذي يستخدم كممر للملاحة الدولية وهو ما دفع التحالف العربي لنشر بوارجه الحربية في المياه الإقليمية حيث تسهم من وقت لآخر بقصف معاقل للجماعة المتمردة التي وجدت نفسها مضطرة لإطلاق التحضيرات حول السفن التجارية تحضير الميليشيا جاء في الوقت الذي تواصل فيه بوارج التحالف ومقاتلاته الجوية قصف عدة مواقع على أجزاء واسعة من الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب وحتى سواحل محافظة الحديدة